الاشتباكات يبدو أنها في المتوقع الأمن عسكري ربما عسكري أسير الله أعلم يقول أنه نحن الشام عسكري أسير يبدو أنه أسير عسكري أسير يبدو أنه عسكري أسير يبدو أنه عسكري أسير حسروه المجاهدين كيف شعورك بالنصر يا حاج فرح كبيري ما بتوصف حبينا نسمع صغاري دي النساء فطر الله أكبر 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 والمجاهدون خريحون بهذا النصر كبير كيف شعورك بعد ما دخل المجاهدين تجوب في شوارع مدينة إدليب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر والعزة لله فرح الأهالي فرحة الأهالي بتحرير مدينة الدف الأهالي فرحونا بالنصر الأقصحي بالخلف مراسل القناة الجزيرة إذن هذه منطقة السبع بحرات في مدينة الدف المجاهدون فرحونا بهذا النصر موسيقى فرحة كبيرة للمجاهدين الله أكبر راية المجاهدين ترفر في سماء المدينة المجاهدون يسجدون شكر لله المجاهدون يسجدون شكر لله المجاهدون يسجدون شكر لله بعد أن مكنهم الله سبحانه وتعالى من التحرير يسجدون شكر لله الله أكبر المجاهدون يسجدون شكر لله بعد أن مكنهم الله من تحرير فرحين فرحين الله أكبر الله أكبر طبعا هذا هو أدوار محراب فهنا كان النظام يتحرنه كموقع استراتيجي في هذه المدينة لا أدري ما هي أهميته ولكن في الحقيقة بحسب ما علمنا عليه والقتال كان داما حول هذا الموقع وتمكن المجاهدون من تحريره بشكل كامل الله أكبر طبعا كل هذه الثوار المجاهدين الذين يتمكنوا من تحرير مدينة إذنب تقريبا بالكامل المربع الأمني يحتضر المربع الأمني يلفز عنفاسه الأخيرة إذا مدينة كانت مدينة إذنب تقريبا بالكامل المربع الأمني يحتضر ويلفز أنفاسه الأخيرة ومحاصر والمدخل الغربي غير سالك بسبب تراكم الشبيحة كان معكم محمود الحموي من مدينة إذنب المحررة الحمد لله تم تحرير مدينة إذنب بالكامل من عصابات الأسد ودم طردا إلى المصطومي والآن الجيش الحر والسوار والجيش الفتح باتجاه المصطومي بإذن الله